أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن الأسواق الوطنية ما زالت مزودة بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة وأن الأسعار مستقرة خلال التسعة أيام الأولى من شهر رمضان وذكرت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة برسم الشهر الفضيل أنه بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية أكدت اللجنة أن الأسواق ما زالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة فإنها تبقى مستقرة على العموم مع تسجيل ملحنة تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك